فأحاول فعلاً فعلاً أحاول أني أواصل أني أنزل ثلاث حلقات في الأسبوع مو شي سهل و بس عشان أشرح لكم أنا وين يعني وين منخشة وين غايصة في وين فاليوم الصبح أنا عادةً أدخل الخميس بعض الأوقات يكون عندي موضوع معين باتكلم عنه يعني في اللايف في البث المباشر و شواري بس أنا بأسرد المايك عشان ما يصور في صوت و بس معظم الأيام ما عندي ما يكون مجهزة شي لأن أكون أبي يكون موضوع حقيقي على بالي نفس اليوم عشان حتى أقول لكم عنه في نفس الوقت يعني فاليوم الصبح قاعدة أقول يعني وهي الربشة اللي أنا فيها و عندي ستين مليون شي و لازم أرجع بسرعة قبل الفطور و كذا شي في بالي هاليومين و تعبانا وسهرانا و ممكرا فاليوم أنا إيايا الصبح ما عندي موضوع في بالي عادةً يطلع الموضوع يعني و أنا قاعد أفكر بعض الأوقات أسوي يوقف المكتب الصبح أسوي تأمل بعض الأوقات فأييني الموضوع يدخل شلون ما أدري صارت احتسع صارت عشر ليل هي الموضوع ما أنت بتقررين معر ففي بالي فيديو كنت أطالع اليوم الصبح تعرفون لما تطالعون شي في يوتيوب و بعدين يوتيوب يبدأ يقترح عليكم أشياء فمن الأشياء يعني فشي يسحب شي فأنت من تطالع شي يوتيوب بعدين يقترح عليك فيديوهات أخرى مشابهة أو الناس اللي طالعوها طالعوا أيضا هذه الفيديوهات فواحدة من الفيديوهات اللي اقترحها على يوتيوب فيديو واحدة من البلوغرز ما بذكر اسمها لأن أصلا اسمها ما يدخله في الموضوع بس واحدة من الفاشونيستات ممكن نسميها أو بمهم واحدة من البنات المشهورات اللي على اليوتيوب حاطة فيديو تتكلم فيه عن حقيقتها يعني تتكلم فيه بواقعية صراحة يعني وجدا بشفافية خلي نقول وتتكلم عن حب الذات والنشلون إن هي في طفولتها ما كان عندها حبها لذاته وكان عندها رفض من المجتمع وكانت تشعر إن هي منعزلة عن المجتمع ما كانت تشعر إن هي تنتمي وكذا والنشلون حب الذات لم يصلها حتى بعد النجاح الباهر اللي وصلت له حتى إذا عندك فلوس وحتى إذا نجحت وحتى إذا كذا مشرط هذا معناته حب الذات فالمهم الهدف من الحلقة مالتها كانت إنه لازم نحب ذاتنا ولازم نسكر كل السوشال ميديا ونسكر تلفوناتنا ونركز على حياتنا وهذا كله 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 صحيح وإن شلون الهوس اللي صاير في السوشال ميديا والمقارنة اللي تصير في السوشال ميديا يمكن تنمي جلد الذات أو كرهي لذاتي فأبدأ أقارن نفسي باشيئة ثانية الناس قاعدين نسوونها وكذا كذا فإذا أنت عندك نقص في حب الذات ممكن إنه هذه الأشياء أو هذا النوع من الأعلام السوشال ميديا ممكن إنه يغذي هذا النقص ممكن يدخلك أكثر في حفرة أعماقي يعني فتم في بالي هذا الفيديو وويت المكتب ونسيت عنه بدون شعور تمت في بالي كلمة حب الذات فقاعدة فهي كانت تقول سلف لوف وسلف لوف فحب الذات حب الذات حب الذات فقاعدة أقول أوكي أنا خلاص مدام في بالي هذا الموضوع بتكلم لكم اليوم عن موضوع حب الذات أوكي حطيته ورقة وقلام قلت أوكي شون هي الأفكار اللي تيبالي لما أنا أفكر في حب الذات فتعريفنا اليوم لحب الذات اللي كتبتها يعني لأنه كثير نتكلم عن حب الذات وكثير من المختصين اليوم بتنمية البشرية تنمية الذاتية تطور فكر بإيجابية وحب الذات جدا مهم شلون إحنا عرفنا حب الذات؟ طبعا حب الذات فيه لتعريفات كثيرة بعضها سطحي بعضها شوي أعمق خلين نقول التعريف السطحي لحب الذات أن أنا أروح وسطحي مو معناته شي موزي مو معناته أنا قاعدة أذمه بس هو سطحي يعني الكل يقدر يتشوفه الكل يقدر يوصل اللي يفهمه بسهولة فالتعريف السطحي لحب الذات هو أن أنا أدلع نفسي أروح مثلا خلين نقول أسكر السوشيال ميديا وأروح أحجز لي جلسة تدليك مثلا ولا أروح أسوي أظافري ولا أروح أسوي شعري ولا خلين نقول مثلا أترك العمل وأروح أسافر ويكند أسافر أسبوع فهو حب الذات فحب الذات صار صار متصل بأن أنا أدلع نفسي حسنا؟ فلما أدلع نفسي شباب سوري بس بسكل هذه لأنه ما يجب أن أركز فلما أنا أدلع نفسي إذن أنا أحب نفسي لأنه تركت كل شي وتركت الباقيين وحبيت نفسي ودخلت على الداخل فهو أنا قاعدة أحلل فقلت أوكي في مفهومي أنا شنو هو حب الذات؟ فحسيت أنه أوكي في مفهومي أنا يمكن شوي ندخل شوي درجة أعمق من المفهوم السطحي اللي كنا نتكلم عنه يمكن حب الذات هو أن أنا مو بس أحب نفسي إذن أروح أسوي عمليات تجميل ولا أحط حقن ولا أحط بوتوكس ولا أحط كذا لا لما أحب نفسي فعلا إذن أنا أستثمر الوقت في الرياضة لكي أفيد نفسي أستثمر في تثقيف نفسي عن الصحة مثلا أن أنا أكل زين أستثمر وقت أن أنا أسوي لي لأكل زين أستثمر وقت في أن أنا أروح رحلات تنعكس على ذاتي بأشياء جيدة فقلت خلاصوك يا هذا الموضوع هذا الموضوع يعني أننا نقارن حب الذات مقارنة حب الذات اللي هو أنا بسوي أشياء سطحية إنه بس بدلك مثلا بسوي تدليك ولا بسوي سفرة ولا بسوي كذا مقارنة بحب الذات الفعلي اللي هو أن أنا أستثمر فعلا في صحتي لما أنا أتخذ قرار تحدي السكر في رمضان مثلا وهذه نوع من حب الذات لما أنا أقرر أني أنا أمتنع عن جلد الذات إنه أنا خلاص ما بقعد أحكم على نفسي كل ما سويت شي قعد أحكم ما سويت كفاية ما عندتش كفاية ما يبتك فاية ما سافرتي كفاية ما عندتش عيال كفاية ما عندتش فلوس كفاية جلد الذات أيضاً من نوع يعني عكس حب الذات. خلاص. عندنا موضوع حب الذات الحقيقي العميق مع حب الذات السطحي. بعدين أطالع الورقة حسيت لا. مو هذه هو حب الذات. حب الذات شوي أعمق وأنا أحس أن حب الذات شوي ينظلم وأنا ما زلت أفكر في الموضوع معاكم. يعني لأن هذا الموضوع اليوم صار الحين في بالي. حين ما أقدر أوقف وتفكر عنا. فحب أن أتناقش في معاكم. لما نقول أن حب الذات هو مقارنة الأشياء السطحية بحب الذات الحقيقي لأنا أدخل لنفسي وكذا كذا. كلهم، وخلوا عقلكم شوي ما نفتحه كي عشان نقدر نحلل هالموضوع من زاوية يمكن ما فتحناها من قبل. يمكن صحي يمكن غلط. ولكن خلا نحلل. كلهم، هذا الأشي اللي تكلمنا عنها كلها تنمي فكرة الانفصال. وشنو قصدي فكرة الانفصال؟ تنمي فكرة الأنا versus هم. يعني هذا أنا هنا وانا لازم أحب ذاتي, وانا هادي عالمي وهذي أدي ولازم أسوي حق روحي تشذي ولازم أحب روحي ولازم أسوي تأمل ولازم أسوي تطور ذات ولازم أـا chemical. وهذا هو المجتمع. هنا عالم هذي هم الأهل. فكأنا فكرة الحب ذات مع أنها ابتدت بنية جيدة، ولكن اليوم تُع글P أعمم الحين حقا في أشياء ممتابعة في التنمية والتطور اللي قاعد يصير تنمية ذاتية اللي قاعد يصير ولكن من ناحية سلبية أشوفها واضحة 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 من كثر ما صار تطور حب نفسك الذات 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 صار كأن أنا كنت جزء من الكل جزء من المجتمع الحين انفصلت وصرت أحب ذاتي لما أحب ذاتي صعب علي أن أنا أعيش وياك لأن أنا أحب روحي لأن أنت يا مجتمع قاعد تتعبني وأنت يا زوج قاعد تخليني تسحبني على وراء وأنت يا عيال قاعدين تبطؤوني والعالم كله صار كأن أنا الحين عشان أصل إلى حب الذات يجب أن أنفصل فأشعر أن لما أنا أبدأ أفكر في نفسي ولما أبدأ تصير دائرة حولي أدور فيها فقط حول نفسي عشان أنمي نفسي صح عشان أنا أطلع من الاكتئاب اللي أنا فيه أو أطلع من هذه الحالة النفسية اللي وصلت لها في هذا العصر يمكن أحتاج أن أنا أفصل نفسي شوي أعدل بعدين أرجع بس أحس أننا فصلنا وما رجعنا مرة ثانية أو يمكن هذا يحتاج عشر سنين عشرين سنة مئة سنة ما أعرف ولكن تطور الذات اليوم من هذه الزاوية ممكن أن نشو وقعد أتكلم بطيع عشان يعني بس أختار الكلمات لأن أعرف أن هي كلمات تعميمية أوكي ما أنا ما قعد أتكلم عن تطور الذات كامل بالعكس من الأشياء أحسن الأشياء اللي صارت في العشرية سنة اللي طاصة ولكن في شيء اسمه فكرة الانفصال سبريشن ولما صار هذه السبريشن أنا انفصلت عشان أنمي نفسي وأطور في نفسي وكذا كذا الحين عدت على ورجعوا في العشرين سنة اللي بتي يمكن بيصير في التنمية البشرية أو في تطور الذات فكرة كيف أعود الآن لأكون جزء من هذه البشرية لأنه صار فرق صار الفيغان والنون فيغان لأكل اللحم وهذه النباتي البحت صار اللي طعم واللي ما يطعم صار اللي يؤمن بالكذا واللي ما يؤمن بالكذا فكرة الإجهاض الحين صار أقص عليها بعد في أمريكا اللي أجوزة أو الأنية يعني اللي يؤمن في الإجهاض واللي لا يؤمن في الإجهاض فصار فيه هذه الانفصال ولما أنت تقول لي عشان نفيك لازم تترك الكل وتبتعد أنت كأنك قاعدة تغذي فكرة الانفصال الفكرة هي عشان نقدر ان احنا نطور ذاتنا ونقدر ان يصير في حب الذات بدون هذا الانفصال ما اقول لكم سهل ولا اقول لكم وصلت ما زلت ما زلت احاول لان انا بسهولة اتعب وبسرعة بسهولة انسحب ولكن انسحب جسديا يعني ومشط ان انا انسحبت بالفكر انا ما زلت شابكة على كل الافكار اللي قاعدة تصير ما زلت شابكة على الاحداث اللي قاعدة تصير ولكن جسديا فقط لاني اتعب فالسؤال هو كيف ممكن ان انسحب بما فيه الكفاية لكي اصل الى حب الذات خلينا نقول قبل لا اوصل الى حب الذات لكي اجد نفسي عشان احبها عشان اعرف هي مين عشان احبها وابدأ اتواصل معها وابدأ اغذيها وابدأ اتحمل فيها وابدأ اهتم في نفسي لكي اصل الى حب الذات هل فيه امكانية ان انا انفصل بدون ما انفصل انفصل لكي اصل الى حب الذات بدون ان انفصل وعرف انها موضوع يعني يحتاج خلايا مخ اكثر من اللي عندي حاليا لان انا مخي كلش متشتت ولكن فكرة الانفصال فكرة جثرة جدا عميقة لان اليوم تشوفون فكرة الانفصال هي الانا ونشوفها في بعض الرؤساء حول العالم كالمثال يفكر في روحه بس او يفكر في بلده بس او يفكر حتى في اهله ولكن للأسف معظمهم يفكرون في نفسهم يفكرون في الكرسي اللي هم قاعدين عليه يفكرون في الفلوس اللي ممكن يخسرونها اذا تغيرت فالسياسات اللي صايرة خاصة من الدول الكبيرة في العالم كثير منها تتمحور حول حبه هو لذاته في الواقع يمكن هو عنده فعلا حب الذات ولكن مو كل نوع من حب الذات يفيد الجماعة يفيد المجتمع فاحنا لما نقول انه صعب جدا ان انت تصل الى حب الذات بدون ما يكون عندك قناعة عميقة ان انت عندك اتصال تام بالكل اتصال كام بالمجموعة فاشلون انت تفصل روحك وتقول انا عندي حب الذات اذا انت اتصالك كله بالمجموعة كمثال الحين انا لما اروح رحلة الصحة كمثال الحين الناس اللي قاعدين يسجلون في رحلة الصحة القادمة مثلا او الناس اللي جذبتهم او الناس اللي حضروا في الرحلة الصحة السابقة من هما هذلين؟ من هما هذلين بالنسبة لي انا إذا أنا عندي انفصال تام عنهم، أنا بروحي، وأنا فلانا وعند قناتي، وعند انستجرامي، وعند كذا، هذا لين مين؟ هذين هما انعكاسي، هذين هما الناس اللي أنا، ما بقول أنا جذبتهم لأن كانا شيء أنا سويته لا، هما جزء من الذبذبات اللي حواليني، هما انعكاسي فإذا هما انعكاسي، فلا لا أقدر أفصل روحي، لا أقدر أقول لنا أنا هنا، وهما هنا، يعني إحنا كلنا واحد المجتمع اللي أنا أعيش فيه أنا اليوم إذا بأطلع وبأروح المول إحنا أنا أروح أحتك في شخص في المول أطوف عليه حتى إذا ما عارفه أطوف عليه نفس الهوى اللي هو يتنفسه وهو عنده شهيق زفير أنا يمكن أخذ شهيق من زفيرة وهو إحنا كلنا متصلين بشيء هلامي ولكن كلنا جزء من شيء واحد وأحرف أن أنتم سمعين هالكلام من قبل فلما يصير هذا الانفصال يصير أيضا على مستوى اللاوعي هذا الرفض للانفصال فأنا جزء مني يريد أن ينفصل لكي يتطوروا كذا ولكن جزء مني الأعمق في العقل الباطن لا يريد أن ينفصل لأنه هو أصلا ما في انفصال لأننا كلنا متصلين فسياسة الانفصال هي اللي قاعدين نغذيها اليوم للأسف في الإعلام وفي السياسات وفي كذا إنه ترى ترى أنت غير ترى تفكيرك غير ترى أنت لازم تبتعد عنهم ترى أنت لازم ترى إذا ما ما فكروا مثلك أنت بتتعب وإذا ما فكروا مثلك في الواقع ممكن أن أنت تنظر فأنت لازم يا أنت تروح تغيرهم في كل الحالات أنا منفصلة عنهم فإذا نفكر في هذا الرابط الهلامي اللي هو خلنا نقول الهواء الذي نتنفسه كلنا نزيل كلنا قاعدنا نتنفس نفس الهواء فعنا تأنا مربوطة فيك أحبيت ولا رضيت ولا ما رضيت إذن كيف أستطيع أن أطور ذاتي بهذا الاتصال مع المجموعة شون أقدر أني أتم مع المجموعة وأطور ذاتي في نفس الوقت فصعب جدا أن أنت تقول لي أن أنت تحب ذاتك يعني شون أحط لكم إياها يعني إذا أنا متصلة مع كل الكائنة مع كل الأشخاص معناته إذا أنا أحب ذاتي معناته لازم أحبهم كلهم وكي لازم أتقبلهم كلهم مثل ما أحب ذاتي إذا أنا متصلة مع الناس كلهم إذن أنا متصلة أيضا بالكائنات الأخرى كل الحيوانات كل الحشرات كل هذه كله وهذه تشوفونه بوضوح لما تشوفون شخصي خاف من الحيوانات كمثال لما نروح رحلة تركيا وايد من البنات هناك فيه تشلاب بيتمشون في البلد يعني في القرية اللي إحنا فيها ولأنهم الناس هناك يعاملونهم مع معاملة جيدة فهمها مو كلاب شرسة يعني بالعكس حليوين بس كلب الكلب كلب وأحجامهم عودة بعض الأوقات وتخوف يعني فنشوف أن أنا لا أنا حليوة مع الناس وأنا وايد أحب نفسي أنا إيايا هذه الرحلة وأنا طيبة جدا مع الآخرين وأنجزت كثير في حياتي وما قاعد أتكلم عن شخص معين قاعد أتكلم عن فكرة أنجزت كثير في حياتي وحتى حجزت في هذه الرحلة وحتى بذي ولكن أوب إذا تشفت كائن آخر هنفصل هنفصل لأنا مو أنمب منك ولا أنت مني فأنا مو جزء من هذا الكائن أنا لا أنتمي إليه وشنون نزنك حتى ونحن نحب الكل كالب تحبين نفسك فهل خوفي منه أو كرهي له يعكس لأنه هو انعكاسي صح فإذا هو انعكاسي وهو طلعت لي عافة نحن ندخل شوي في العميق بس إذا هو انعكاسي وهو طلع لي الآن وقاعد طالعني وقاعد أطالعه وأنا عندي رفض وخوف منه ماذا يقول لك هذا عن علاقتك مع نفسك في الداخل لأنه هو أنت في الداخل بس قاعد ينعكس لك على برا فلا تقول لي أنه أنا أحب ذاتي وأنا متصلة مع ذاتي وأنا أستطيع أن أصل إلى السكينة النفسية وذي إذا أنت عندك رفض بشيء في محيطك هو جزء منك هو انعكاسك معناتي إذا أحب نفسي أحب العالم إذا أحب العالم أحب الكائنات إذا أحب الكائنات معناتها أحب الحيوانات وأحب الحشرات وأعرف أنها لها الحق في هذا الكون مثل ما أنا لي الحق لها الحق أنها تتنفس وتعيش مثل ما أنا لي الحق نرجع على موضوع حقوق الحيوانات وهذه كله وبعدين إذا بنتكلم عن أن أنا حب الكائنات كلها إذن حبي لذاتي أيضا يساوي حبي للكرة الأرضية شلون أنا أقدر أتكلم عن حب الذات إذا أنا متصلة في هذا العالم ولكن قاعدة ألوث هذا العالم في نفس الوقت ففي مقولة تقول قبل كم يوم حطيتها على الإنستغرام كانت تقول أن السموم اللي صايرة في العالم السموم التلوث السموم اللي منتشرة في العالم أهي سموم في البحار أهي سموم في الأرض أهي سموم في التطعيمات في أجسام الإنسان في كل مكان في سموم بدليل أن نحن كل دائما نتكلم عن الديتوكس ديتوكس أجسامنا وشان نتخلص وشان نتخلص وشان نتخلص من هذه السموم فالمقولة تقول أن السموم اللي موجودة في العالم هي السموم اللي موجودة في العالم هي انعكاس السموم اللي موجودة في الوعي أيضا لما أنت عالمك يصير فيه تلوث وسمية معناته هذا أيضاً انعكاسك والعكس صحيح يعني هو انعكاسك هذه السموم اللي طلعت كلها في العالم الحين هي انعكاس الفكر الملوث اللي عندنا والعكس صحيح فهذا التلوث اللي قاعد يصير في العالم في الكرة الأرضية هو أيضاً ينعكس كسموم عليك من الداخل وكأمراض فيها سموم شوفوا السرطانات الشكثر زايدة كلها انعكاس شي قاعد يعلننا ولكن احنا أيضاً قاعدين نعكسها للعالم تديننا بكلمة جداً بسيطة هي كلمة حب الذات فعنا شلون أقدر أفصل نفسي وأقول أن أنا بحب ذاتي إذا أنا ما دمجت كل شيء ثاني وهو جزء مني وهو جزء مني أصلاً يعني ما قدر أفصل نفسي عنه فالمشكلة اللي قاعدة تصير اليوم ما عندي لها حل بس بطرحها يعني كفكرة المشكلة اللي قاعدة تصير هي أن شرت هي أن تطور الذات قاعد يقول لك حل المشاكل اللي قاعدة تصير في العالم عن طريق الانفصال انفصل أنت عنهم وحسن ذاتك وهذا فيها صح بدرجة معينة يعني فيها شوية من الحقيقة أن أنا ممكن يمكن أن لا أقدر أغير العالم الحين هذه الفكرة يعني أن أنا لا أقدر أغير العالم الحين إذا سأنفصل وأشتغل على روحي وبربي عيالي بطريقة صحيحة وكذا وبس كل واحد لا نفسه كل واحد عليه نفسه إن زي والباقي شلون فلهذا السبب التطور اللي قاعد يصير قاعد يصير ما قاعدين نتحسن بالدرجة الكافية ما زلنا الأمراض والمشاكل أكثر من التحسين والحلول لأن التطور قاعد يصير فرد فرد لأنه فكرة الانفصال يجب أن أنفصل فأنت عشان تحب ذاتك بدل ما الحين قاعدين نتكلم عن حب الذات معنات أنها راح تسويت شعرها معنات أنها راح تحطت ميكيج وهذه كل ما ممكن تسوينا ولكن خلن نعرف شوي حب الذات بدرجة عمق خلن نقول أن حب الذات أن أنا أدخل في هذا المجتمع وأبدأ أحلى من الداخل والخطوة الأولى هي أن أنا أحب الكل ومو حب مزيف أن أنا أتقبل الكل فأنا أتقبل حتى الشخص المعاكس لرأيي يعني اليوم أنتوا بس لتشوفون التعليقات اللي قاعدة تصير على السوشال ميدي يعني بس كمثال واضح أن كل واحد لنفسه فقط وعادي إحنا عندنا أن نحنا بنقذف وبنقول كلام وبنقط وكذا نزل إذا أنا نعكاسك وأنت قاعد تذمني وتسبني ماذا يقول هذا الشيء عن حبك لنفسك إذا أنا جزء منك فمو شرط أن أنا أغيرك عشان أتصير مثلي ولكن هل ممكن أن أنا أحبك مثل ما أحب نفسي بالاختلافات اللي بيننا بس عشان الواحد يدخل في علوم تطور الذات الواعي اليوم كلمة الواعي صارة كلمة جدا كبيرة وصراحة الكثير يستخدمونها بدون ما يفهمونها لما أنا أبدأ يصير عندي وعي مو بس معناته أن أنا أطلق من زوجي وخلاص يكون عندي حرية الواعي مو بشرط معناته الحرية الواعي ممكن أنه أنا أتطور في الظروف اللي أنا فيها بدون ما أضطرني أطلع منها ممكن أن أنا أطور ممكن أن أنا أساعد المجتمع اللي أنا فيه وانا فيه مو معناته لازم أني أنا أطلع وأقول هذي ما في منهم فايدة هذي للشعب هذي لين كلهم هذي هاي السياسات ما بتتغير هذي الأفكار لا أنا أتغير من الداخل لما أنا أتغير أحاول أني أنا أتقبل من حولي عشان يبدأ يأثر عليهم الفكر اللي أنا قاعدة أفكر فيه ويصير انعكاسي عليهم ومو العكس شنو بعد كنت بقول حب تقبل فالانفصال آخر شيء بقوله عارفة أني وايد حين دخلت فيه فلسفات لكن هذي حلقة فلسفة أنت تعرفون بث المباشر دائما فيه فلسفة فعندما فكرة الانفصال لما أنفصل عشان أعدل على أساس أنا أيضا أنفصل عن نفسي لأنه هذي كان كل جزء من نفسي كان جزء كبير من كياني هذا الشيء الهلامي اللي يربطني فيهم كلهم لما انفصلت عنه أنا أيضا انفصلت عن فوائده أنه كان يغذيني كان يغذي نفسي أيضا فالانفصال حدث عنهم وعن نفسي أيضا عن نفسي الحقيقية فاليوم الصبح كنت بصدفة قاعدة أسمع هذه فيديو ثانية كنت أسمع عن واحد يتكلم عن فوائد النباتات والعشاب والأشجار وكذا واكتشف أن كثير من الأشجار والنباتات مو بس لها فوائد فيها في الواقع وعي يعني لها وعي معين فكان يقول وهو باحث ومدرس في هارفورد أيضا يعني كان عنده كذا كتاب وكذا بتكلم عنه لازم أقرأ الكتاب يعني توني هكي بداية ما خلصت الحلقة بس كان يتكلم عن أن شلون أيضا الأشجار في بينها كأنه تواصل فالأشجار أيضا ممكن تتواصل مع بعض ممكن أن تحذر الأشجار الباقي من أشياء قاعدة تصير عن طريق شيء إحنا للحين ما فهمناه يعني أوكي الحيوانات فهمنا تتكلم وتتواصل ولكن تخيلوا أن أنتو الأشجار لأنه عندها وعي أيضا تتواصل مع بعض بشيء لم يتم دراسته بما فيه الكفاية يعني اكتشفوا أن الأشجار البعيدة تعارف عن الذي عن طريق هالأشجار اللي قالت لها كأنه فيه نار ومثلا لا تقل قلنا فيه حريجة في الغابة وهذه يحذروها ويعرفون من نوع طريقة الشجرة ونوعية الشجرة أنه يتم تحذيرها صار بينهم كوميونيكيشن معين صار بينهم تواصل معين فما بالك الرسائل اللي بين الأشخاص اللي اليوم قاعدة تصير رسائل مسموعة غير مسموعة بالكلام بالعيون بالفكر بالوعي الجمعي اللي هو جدا جدا مهم فأنت لو شنو بتنفصل ولو شنو بتروح تسوي عمليات تجميل ما بيطلعك من هذا الفكر الجمعي اللي أنت تحتاج تخوض فيه عشان تجد نفسك وعشان تجد الحب الحقيقي للذات اللي هو حب الناس حب الكائنات حب الأرض واللي هو متصل أيضا بحب الله بس ما بدخل فص الله بحب الله لأنه عارشن بيصير بعدين فبس أنتو بروحكم فكروا فيها إذا أنا متصلة بكل شيء هل أستطيع أن أكون متصلة أيضا بأشياء أعلى مني أشياء ما قدر أتشوفها وبس بترككم بهالموضوع ولا تنسون تروحون أكاديمية عليها عندنا دورات جدا جميلة وعميقة أتكلم فيها شوي أكثر عن هالموضوع وأيضا رحلات الصحة فيها السقف شوي مفتوح في الحوارات اللي ممكن ندخل فيها فيكون أسهل علي شوي أدخل فيه نقاشات شوي أعمق من السوشيال ميديا واليوتيوب والإنستغرام وبس ممتنى لكم ممتنى لوجودكم معاي وإن شاء الله تكون لنا حلقات قريبة شكرا لكم